السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل السلام طيبين ورمضان كريم عليكم. النهاردة نزل تحديث جديد لاداة اصدار تلاتة تلاتة زيرو زيرو. غير الاصدار احنا رفعناها في قناة الاولى محمد سوفت. اه كنا رفعين اصدار تلاتة اتنين زيرو زيرو. ده الاصدار الجديد حتى الان هو اصدار تلاتة تلاتة زيرو زيرو. وطبعا اضاف فيه تحديثات جديدة اه زي مسلا في الاشياء لاجهزة هواوي اللي انت تتخطى بيها حساب هواوي وكمان برضو في اجهزة اه السامسونج اه ضايف لك برضو فوضع عملات كتير. تعالي شوف مع بعض الاجهزة اللي اتضافت. ونشوف برضو طريقة تحديث الاداة بشكل مبسط وعشان ناس كتير ظهر لها اخطاء ومش عارفين يشغلوا الاداة. تعالي شوف مع بعض الاداة ونشوف الاصدار اه المميزات هي تتضافت في الاصدار ايه? طبعا قبل ما نخش على الجهزة الكومنتر اللي عايزوا منك لو انت اقروا ما نتخش القناة ما نستاش تعمل شكل القناة وتفعل زر الجرس واقع ما نشيل لاصحابك عشان غيرك يستفاد واستاش تعمل بلايك لو عجبك الفيديو. هنتجع على الجهاز الكومنتر اول حاجة هنعملها اللي احنا نقفل بتاع الويندوز. نضغط هنا كده وبعد كده نضغط ونفتح اول اختيار ده كده ونتأكد الانتفرز بتاع الويندوز مقفول. تمام. انا اهو انا اقفله. وطبعا الناس عشان تبقى عارفة لازم تتأكد كل شوية اللي انتفرز ده مقفول اسناء تشغيل الادوات عشان الايكونة دي بترجع تشتغل تاني. تمام? اتأكدت الانتفرز بتاع ما اقول اعمل اي تاني? اي اصدار قديم من اداة اصدارات قديمة احزفها. اي اصدار قديم من الاصدارات القديمة احزفها. اعمل ايه? هتغط الكنترول بالان هنا. وضغط على قيمة الخاصة بتثبيت التعريفات. اللي خاصة بالبرامج. تمام? واعمل مسح للبرامج اللي هي القديمة. اللي هي الاصدارات القديمة يعني. مسلا افترضنا آآ مسلا تي اف تي ده كريك يمين عليه ونضغط هنا كده هيبدأ يعمل حزف. تتأكد اللي هو ما فيش اي اصدار قديم موجود على الجهاز. علشان ناس كتير من الفنيين المبتدئين بيقع في المشكلة دي. يجي شغلوا الاداة بيظهر معهم مشاكل. تمام? الاداة ما تشغلش معهم. يبقى انا كده حزفت كل الاصدارات. تبقى اتأكد تاني ازاي? تعال اقول لك اتأكد ازاي? تخش على ولا هنا ايكون اسمها لو موجودة احزفها برضو. تمام? لو موجودة احزفها برضو. عشان بيبقى فيها ملفات. كده حزفت كل المصار القديم بتاع الادوات هتبدأ تسبق الاصدار اللي انا سيقول لك تحت الفيديو. تمام? اهو بتاريخ الفيديو طبعا. نضغط هنا كده وهنبدأ نفك الملف المضغوط. اهو لما تيجي تفك الملف المضغوط هيطلب منك بصور. الناس كتير بتكتب لي في تعليقات البصور دي ايه? البصور دي يا جماعة حروف كبيرة. حروف كبيرة. تمام? اخدوا الحروف ازاي? اهو يا عم. تلات حروف اللي هم في الاول دول هتاخدهم كبير. اهو. وهضفهم هنا. اهو. ده البصور. حروف كبيرة. اهو. اهو. واضغط هنا حسنا. بس كده. طب هيطلب مني بصور دي تاني او نفس البصور انت ناسكو ده هتحتاجه في تزبيت الاداة من جوه. اهو. كليك يمين? تشغيلك مسؤول. اهو. ده الاصدار الجديد اهو. تلاتة تلاتة زيلو زيلو. نضغط هنا كده هتطب منك بصورد. ايه البصورد? لشان نستبع برضو اهو. الان نسخته. اهو. طبعا هنا بيعرفك الاجهزة اللي اضافت في التحديس ده يعني. بيعرفك التعليسات الجديدة ايه? اهو. اضاف في ايه التحديس ده? زي ما انتم شايفين. بنضغط هنا. طبعا هنا بيقول لك هيعمل لك ايكون على سطح المكتب اللي يزن تعلم عليها عشان دي الايكون اللي هتشغل لك الاداة. عشان لو مغفية هتجي اضطر لتاخدها شرط قط كده من برتشن السي. اعلم على الاختيار ده مهم جدا. اهو. عشان ما تدورش عليه. اهو. كده بيبدأ يحدس لك الاداة او بنزلك اخر اصدار من الاداة. انا كده بثبت اخر نسخة من اداة حتى الان. لو في اصدار جديد طبعا هنحاول نرفعه ان شاء الله في القناة. بس كل تحديث بنزل جديد يبقى اضاف في حاجات جديدة. حتى الان الاداة اي فن مبتدئ يقدر يستخدمها في شغل. اي فن مبتدئ يقدر يستخدمها في شغل. اداة شبيهة باداة تقلقك تقول واداة محترم مش هنقول اداة وحشة اداة كويسة وده اي فن آآ بيقدر يستخدمها بشكل كامل. تمام? زي ما انتم شابين كده هو خلص معنا. هنضغط نكس تينة كده? خلاص كده. تمام? الاداة نزلت معنا. هنعمل ايه بقى عشان نشغلها? يفضل كل مرة تشغلها كمسئول. انا بخليك تشغلها كمسئولة على طول عشان ما ازارش معك اخطاء. بروبرتز. وتمام? وننضط هنا كده ونبدأ نعلم على الاختيار ده. وننزل هنا تاني. نعلم على الاختيار ده. اللي هو تشغلها تمام? كمسئول يعني على طول. ونضط على دقتتين. ده علشان اسناء توصيل الجهاز اي حاجة بتديك الاوامر الصحيحة وما يزارش معك اي مشاكل. تمام? كده الاداة تحدست اه كده الاداة حدست وهتفتح معنا دلوقتي وهنشوف دلوقتي قدامك اهو الاداة هتشتغل ولا لا. تمام? كده خلصت معنا. هنضغط هنا لوجين هتفتح معنا الاداة. اهو ده الاصدار اهو تلاتة تلاتة زي ما تشايفين فوق اهو تلاتة تلاتة زيرو زيرو. ده الاصدار الجديد اللي الناس كتير مش عارف هتحدث الاداة وبيظهر معها اخطاء. تمام? فتحت معنا الاداة ايه? ده الاصدار ودي الاجهزة اللي اتضافت. وكل حاجة اتضافت بتظهر لك في اول قائمة على ايدك ليمين كده اول لما تفتح الاداة. هنا بقول لك ضاف لك في الاشياء دون جريد دون جريد ده اللي هو خاص بالحمايات الاجهزة الهواوي. عشان تتخطى حماية ام او ا 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 منطقة البوت لاجهزة الهواوي. يعني الفلاشات دي اه هي دي الاصدارات اللي بتخلي الجهاز يقبل معك. يعني فلاشات اصدارات اقل. تمام? اه زي ما نشوفين كده الهواوي الموجود اهو فلاشات البرد. تمام? برضو ضافها لك. تمام? شايفين? دي الاجهزة اللي ممكن تفلش فلاشة برض من خلالها. زي ما نشوفين دي الاجهزة. بتحت هنا خالص طفلك اجهزة برضو اه اجهزة سامسونج. اعتقد دي معالج اه كوالكم. يعني اعتقد الاجهزة دي معالجات كوالكم. تمام? اهو. سامسونج ايه اتنين وخمسين. الاجهزة ايه? برضو فيه اجهزة حديثة كتير من ضمن القايمة دي. تمام? برضو في وضع اي دي اهو. هنا برضو ضاف لك اجهزة سامسونج اصلاح منطقة البوت. يعني ممكن تقوم جهاز لو قطع بوت عن طريق فلاشة تقريبا. تمام? بيبدأ الجهاز يفتح على الفتاحية والدخل هو وضع الدول لود وتبدأ تفلش الجهاز. اهو. واجهزة الاس بي دي طبعا دي اضافت في تقريبا تحديث اللي فات. عام زي عملت اصلاح لها برضو ضاف لك يعني حدس لك الاصدار هو نفسه برضو ايه زيرو تلاتة وايه زيرو تلاتة كور. مسلا بيتخلط حساب جوجل ويعمل ضبط مصدح. يعني القسم ده كده بيعمل اصلاح لاجهزة سامسونج اللي هي المدعومة دي. منطقة البوت لو قاطع يعني. تمام? ودي الاجهزة. تمام? اللي هي آآ خاصة باجهزة سامسونج فوضع الاي دي ال. تمام? ودي اجهزة هواوي قسم خاص باجهزة هواوي لفلاشات البرد. لما عايز تفلاش فلاشة برض. تمام? لو الجهاز مسلا اه في مشكلة بتحول تحتاج الفلاشة دي تفلشها على الجهاز. الاجهزة دي اللي تدعم تفلشها. يعني ضاف لك اللي انت تفلش الاجهزة دي بفلاشة برض. تمام? خلل بقى في الجهاز اي حاجة فبتحتاج ان ده تفلش فلاشة برض. بعد كده تدره فلاشة من عشان الجهاز لو في مشكلة فيه يعني. تمام? وده آآ طبعا في وضع 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 تمام? تلا تتخطى او تتخطى حساب اي دي او بتخطى حساب جوجل يعني كزا عمليات من داخل القايمة اي. تمام? تعال شوف مع بعض القسم من هنا. احنا قلنا هنبدأ مسلا اجهزة هواوي. تعال نشوف مع بعض كده فعلا نضفوها هنا ولا? دي الاجهزة ايه? طبعا ده قسم خاص في وضع يعني بتخطى حساب جوجل ضبط مصنع. تمام? آآ تحزف حساب هوا اي دي. بس طبعا لازم تاخد نسخة من الاو اي اي ام. تمام انفو. آآ وتعمل تقاطي حساب اي دي. ولو حصل حاجة قدر له بترجع الملف ده. تمام? اه. دي قسم خاص باجهزة هوا. بس خلي بالكو في نقط عشان الناس تبقى عارفاها. لو اخترنا جهاز كيرن القائمة بتتغير. القائمة اللي ظهرت من شوية يعني دي مسلا دي قصة بجهاز هواوي مسلا حتى مش مكتوب مسلا اي دي ال. عشان الناس اللي بتلخبطش. وبقول لك القوائم اللي بتظهر اي دي ال او بيروم اللي هي اللي ميديا تيك يعني. فما تقولش ده يتغطى حساب جوجل تمام لاجهزة الناس بتطلخبط الحتة دي. لأ بصي بقى اللي هو بتاع اجهزة خط فوضة الناس تبقى عارفة. تمام? في برضو مسلا لو قلنا هونر عايزين جهاز كوالكم مسلا نشوف جهاز كوالكم كده. مكتوب هنا ايه بقى? بقى بقى لكم. يبقى القائمة دي اللي بتظهر فيها على حسن ما الجهاز تختار. لازم تختار الجهاز ما ينفعش تختار عشوائي كده. تسبق اوتوماتيك. ما ينفعش. لازم تختار الجهاز. يعني فكرة الاداة دي ان انت تختار الجهاز وتتعامل مع القائمة بتاعته. تمام? اهو. دي القائمة للضافت. اهي. دي القائمة للضافت. ضاف لك الاجهزة اهي? وتدت تنخطى الحماية بتاعتها. اهو. اصلاح منطقة البوت. تمام? ودي فلاشات البورد. اهو لو ضغطت هنا كده هتقدر تعمل ده للفلاشة. طب انا هستفد بقى ايه? تقدر تخطى بحسب جوجل تقدر تعمل مسلا اصلاح لمن الجهاز لو فيه مخلل في الجهاز بفلاشة البورد دي. تمام? اهو. وتبدأ تفلق برضو فلاشة. تمام? من خلال القائمة دي. بفلاشة اي بي بي. يحاولها لك فلاشة اكس اه اه ام ال. مسلا تفلش بها يعني. يعني ضاف لك قائمة. تفلش بها. تمام? وبتستخرج بها الفلاشة. وتفلش بها. وعملات تخطي اه الحسابات برضو. اهو. تخطي حساب جوجل. لو الملف ده تعملو ده اللوت برضو. وتبدأ تفلشه. دي القسم القاس باجهزة هواو. اهو. يبقى اول قائمة معنا اللي اضافت اهي. الية دي. تمام? اهو اضاف لك مجموعة من الاجهزة. لعملات اصلاح ليها. حساب هوا اي دي اتغطي حساب جوجل. تمام? اللي انت عايزه. اللي حاجات الموجودة. اهو. والقامة اللي بعد كده اللي هي دي. دي كلها كده. اللي هي دي. فلاشة بورد. بتنزل فلاشة بورد يعني. اهو. بتعملنا دا واللوت. بتضغط هنا كده. هتعمل هيحولك على موقع هتنزل منه الفلاشة. هنضغط هنا كده. طبعا لو الموقع ده ما فتحش معك مسلا كده موقع جوجل لازم تضيف حساب. يعني لازم تضيف حساب آآ جوجل. تضيف حساب جوجل العادي بتاعك يعني. عشان يظهر لك الرابط. في ناس كتير ما بتضيفش حساب جوجل في المتصفح. فيقول لك الرابط غير موجود. يقول له الرابط غير متاح. او آآ عاملات التنزيل مش عارف ايه. ضيف حسابك هتلاقي الرابط اشتغل معك. تمام? كده عارفنا النازق اهو. لو ضغطنا هنا برضو هيدخلك على الموقع هتحمل منه الملف او الفلاشة. طبعا الملفات دي بتبقى من غير بصورة عشان تبقى عارفين. تمام. ده قسم ايه? الهواو. حلو الكلام? نخش بقى على السامسونج. الاجهزة دي. فين السامسونج لو ضغطنا هنا كده? اهو هتقطر اي جهاز زي ما انا قلت بيزهر لك وضع اللي هو طبعا اجهزة تمام? لو ضغطنا على جهاز آآ من اجهز سناب دراجون هنلاقي الجهاز ظهر معنا القائمة تغيرت يعني بقسم تاني. اهو. كل قسم بتغير شكله. يعني معظم الاقسام تتغير. اهو. قائمة دي قصة بالميديا تكل بروم والاس بي دي برضو اللي قصدي الهي الاجهزة وضع ال اهو. وطبعا وضع ال اهو كنا بنعمله عن طريق من غير ما نفك التستبوينت نعمله مغير التستبوينت قصدي ولا نفك تظهر الجهاز. تمام? واجهز برضو الاس بي دي. اهو. شوف القائمة بتغيرت ازاي? الاجهزة دي اجهزة سامسونج تفاك عن طريقة الاس بي دي. للمعالجات الاس بي دي. اهو. يعني المعالج بتاعه اس بي دي بطيطة تتغطى حساب جوجل وعمل ضبط مصنع. وده القائمة قصة بفتح صغيرة المتصفح وعمل ريد انفو في وضع الجهاز. في وضع الكم. يبقى مسلا نواقف على اه حساب اه واشغال يعني. تمام? اه وهنا برضو فاتح الامي تي بي بقى واقف على الباسورد او فاتح صغيرة المتصفح من خلال القائمة دي. تمام? هنا بقى قسم خاص بالتفلش. احنا شرحنا قسم خاص بالتفلش لو انت فاكرين في الاصدار التاني. اللي هو تلاتة اتنين زيلو زيلو. كان القسم ده بس موجود. ضف لك فين بقى تاني? تحته بقى. ضف فوضع ال ايه دي ايه? اهو. وهنا برضو وضع تاني. تمام? اصلاح منطقة البوت. تمام للاجهزة المدعمة هنا. اهو. شايفين? دي الاجهزة للضف. في حاجة للضف التاني? طبعا هو الجهاز ده وهو الموجود من داخل قائمة. لو رجعنا هنا هللاقيه موجود هنا في القائمة دي. دي التحديث او الاضافات للضفت في التحديث ده. وطبعا طريقة التحميل الملفات دي هو طبعا بتتفلش. تمام? تعمل لها من هنا. تعمل لها من هنا. لو ضغطت هنا كده. اهو. هيفتح لك الموقع ده. وتبدأ تحمل الملفة بالشكل ده كده. اهو. طبعا ايه دي ايه المود? اه اللي هو خاص باصلاح اخطاء التفلش الخاطئ او المسلس الاصفر بظهر لاجهزة كوالكو. تمام? زي مسلا فاكس كده ليه ايه? لما بيع الجهاز مسلا اه كنا بنفلش فاطع ده واللود. وكابلة يتهز مسلا بيجي لك علامة تعجب او يجي لك رسالة خطأ. فده بيحل المشكلة دي لو فلشة الملف ده بيعمل اصلاح للمشكلة دي او حل المشكلة دي. للاجهزة المدعومة هنا. تمام? للاجهزة المدعومة هنا. تمام? دي الطريقة ازاي آآ تستخدم الملفات دي برضو? عن طريق طبعا اللي انت بتفلشها في قسم تمام? تفلشها في وضع الاجهزة بس طبعا انت بتوصلها عشان تنزلها تبدأ تختارها تنزلها من هنا كده. تبدأ تنزلها. وطبعا عشان تحل المشكلة دي في وضع الدول اللي هو يعني ممكن ممكن يقبل معاك في وضع ممكن يقبل معاك في قسم يعني بعد ما تنزل الملف ده لو بيظهر معاك في قسم هتبدأ تضيفه في قسم ده. تمام? وممكن تحتاج ملف اللي احنا كنا شرحينه. تمام? لو موجود طبعا من الملفات احنا كنا رفعينها. تختار ملف البروج تضيفه هنا وتبدأ تفلش الملف ده. وطبعا عن طريق الكابل انتخاله في وضع الاي دي ال. تمام? دي الاداة. وطبعا الاداة اللي شرحناها من كده بقية القوائم اللي هي آآ طبعا الاجهزة اللي احنا عارفينها فورمات قراءة للبرتشنات وتحفصح ملف اللي انت عايزه. ادى بسيطة وطبعا تستيبوين زي ما انتم شايفين اهو. يعني ضيف لك حاجات كتير داخل الاداوة ده ما كويسة جدا. تمام? طبعا العجب والشرح بتاعي منساش تعمل شوف القناة وتفعل زر الجرس واعي من شير لاصحابك عشان غيرك استفاد. ومنساش تدعمي بلايك لو عجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.